بسكرا حبيب حامد لله من فلسطين إلى فخر الأمة نراحب بك المحESS مياه وسعيدا جدا بوجودك معا suppose ولأول مرة على شاشة التليفزيون يكون المحESS على شاشة قناتي الأمة للتعليب بي أ intra LI угولتك معنا حلقة ، المنتج사 cycたい شوية روبي و شوية عربي واحدة واحدة سعادية جداً بوجودك معنا يا وسام ويعني وناس مبسوطة بوجودك الحمد لله انت مبسوط بوجودك في مرحب انا مبسوط كتير كتير مبسوط اول اسبوع كمان كين كتير حلو يعني لعيبة كتير حبيبات يعني بحبين كتير وفي شمس هون يعني الصراحة بسويد والدنمارك في الشمس كتير نا في الشمس خالص نا ولا حال اخر شكرا انت مبسوط بالشمس اه اول شي الشمس الصراحة والله اه بسويد كانت عشرين تحت السفر يعني اه شي تاني عشرين تحت السفر عشرين تحت السفر هو بالنسبانه صف جميلة جداً ايه على اخر ندروح البحر كان مهما كانت الدنيا برد بتبقى حلوة بالنسبانك الجو بيبقى حلوة اه 100% يعني بيكون صيف قريب الصيف لما يكون برد دون درجة الحرابة هناك دقتي عشرين تحت السفر عشرين تحت السفر والله ويمكن خمسة وعشرين اليوم كمان والله صعب اه اه صعب اه والوالد والوالد قاعدين هناك واخواتك والساعة دي في البرد ده الوالدي والوالد واخواتي كل يوم بتسر بولو كيف في الجو عايزين ييجوا ييجوا امت ان شاء الله لما نلاقينا شقة بيت ان شاء الله اه اول سيرة حيجيب انت اول حاجة تعملها طبعا لان وجودهم هنا الناس كلها هتبقى سعداء الناس كلها هتبقى مبسوطة زي بهم مبسوطين بوجودك الحقيقة ان شاء الله اهم شي عندنا يكونوا ام ماما وبابا مبسوطين بيكون وسام مبسوط دنيا تبقى حلوة دنيا تبقى حلوة اه الله دنيا حلوة خلي بالك كل جمهور النادي الاعلي مستنيك كل جمهور النادي الاعلي مستنيك في المطشاط ان شاء الله يا رب انا في التمريد يا جماعة بالمناسبة هو وسام شخصية لطيفة جدا جدا حبوب عايز يعمل حاجة عشان خاطر الجمهور النادي شايف ان الجمهور النادي بيسندوا من وقت ما جاء هنحكي لحضراتكم شوية لقطاته وقال هالي يعني كان نازل يشتري شوكاراتة كده مش هشتريها تاني لا صعبة صعبة لا حضلني بالفندو هلا اجيب روم سوريس اطلب احسن لا بس مبسوط يعني لما اشوف الجمهور ويجو عام الواحد بنبسط شي يعني شي خريف انه الواحد بيحس الحب وبعد ما شايفيني ألعب يعني بيصير انه ها بيعطيني احساس انه انا بدي ارجي مين واسامة بعالي اكتر والله يعني هو واسام حكالنا قصة كده على وانت وانت بتشتري شوكاراتة وقعد فوقتلي هنا جنب النادي فوهو نازل يشتري شوكاراتة ايه اللي حصل حصل اذا اجي يعني زلمي محترم سألنا في صورة اول ما اخذنا الصورة يعني سمعت حدا سرخ صوت وسامة بعالي خلصت خلصت اجي وراكض لولاد والإزلام يعني بس انه مبساطت سراعا بساطت فيه واخدت وقتي ووقفت نص ساعة تصور ونذكر العالم ما بتدعيش هلا يعني طبعا ما بتدعي عشان هو كله حب وكله انه العالم مبسوطة فيك وفي انك انت لعب كديد وفلسطيني ويعني انه كله الحب لازم اقوده ليلة جو عشان ها بساعدني على الملعب كمان انه بيعطيني احساس انا انه انا بدي ارجي اكتر واكتر بس انا شايفك في الملعب يعني احنا منهول التمرين لنعرضه وشايفك ان انت الامور الطبيعية جدا بالنسبالك مش حاسس ان انت لسه جاي ما بقالكش سبوع ولا بقالك اربع اخمس ايام يعني انا حاسس ان يعني حتى اللعيبة كلها ورايبة منك وانت زي ما بقول لحضراتكم هو وسامة شخصية لطيفة يعني من الناس ان تحب تقعد معاها وتتكلم معاها لما تسمعون النعرضه هتتبسطوا جدا بوجودوا معانا هنا النعرض استحبت حاسس ان انت موجود في قصة اللعيبة وكلكوا واحد دلوقتي اول شي بشكرك على الكلام الحلو لا بس يعني انه انا اول ما اجي انا هيك شخصيتي انا انسان مفتوح اي عالم بفوطة لعندي يعني اذا اخشى ولا شحاد ولا اي انا وسام والعالم ان شاء الله تحبني فكاية وسام ومناخد يوم على يوم يعني اول تدربين ثلاثة شوية صعبين وشوية الوعى بده يتعود بس الوعى بتعود هيك الحياة انه وعد بيعمل غلط بتعلم وبيفوز وبتعلم افشى كمان هنتكلم عنه كتير اه هو قال لي ها قال لي قال لي افشى كان عايز يطلع معانا بس انا يعني عمل ما عملنا بتاعت الحلقة افشى خلع مننا قال لي انه هو مواصع على وثام جامد جدا بصي عليك هي التدريبات كلها افشى بعرف وين الكاميرا انا بقول له اول شيء ببعرف بعن وين الكاميرا اه اول حاجة بيبص عليه الكاميرا وين افشى احيالك القضية ممكن عمل شغني جامد جدا انا بقول له شغلي انت ما لازم تلاقي الكاميرا الكاميرا بتلاقيك انت صح وفعلا الكاميرا بتحبها افشى اه وبتحب اي لعيفة مندي الاهلي خلي بالك اه لانت هتشوف الكلام دا اللي ايامنا جاية حسينها شوية كمان حسين شوية صغيرة يا ري شوية صغيرة حسين ما شوفتك ان شاء الله اه ربنا يكرمك وتلاقي الملعب ده زمان انا كنت ملعب في لدي الاهلي هنا زمان اه المدرجات دي في التمرين قد بتمقى مليانة والله او 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 التمرين كنا متمرانة ساعة ونصف الصرح اه فكنت بتلاقي من الجمهور وراك في كل مكان